اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حصتنا في رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم سنحاول إن شاء الله تعالى أن نروي حديث جبريل رواه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخيديه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فقال سيدنا عمر راوي الحديث عجبنا له يسأله ويصدقه فقال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانطلق فلبث مليا فقال يا عمر أتعلم من السائل قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم وفي رواية هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث حديث عظيم الشأن سماه أهل العلم أم السنة لأنه يشتمل على جميع مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان هذا جبريل عليه السلام تمثل بصورة بشر وهذا من صنيع الملائكة خضرة من الله جل وعلا أن يتمثلوا بهيئة البشر ليتصلوا بالبشر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة علمية مباركة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه رجل غريب لا يعرفه أحد من الصحابة أتى به دام حسن بثياب بيضاء فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الثوب الأبيض خاصة في عبادته لله جل وعلا لذلك نرى كثيرا من المسلمين عندما يذهبون إلى صلاة الجمعة أو صلوات العيدين يلبسون الثياب الثياب البيض لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يحبها ويتفائل بها وهذا هو نهج مسجد باريس الكبير في أئمته أن يلبسوا الثياب الثوب الأبيض خاصة في مناسبات الاجتماع لعبادة الله جل وعلا أو المناسبات الثقافية والعلمية ومنها هذه المناسبة مناسبة إرادة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شديد سواد الشعر يشير إلى الفتوة والشباب في السفر وطلب العلم والجلوس في حلقات طلب العلم اغتنم خمسا قبل خمس وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم شبابك قبل هرمك وذكر صحتك قبل سقمك هذه إشارة إلى الفتوة والشباب في قول سيدنا عمر رضي الله عنه شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة مباركة جلسة مؤدبة جلسة يريد فيها أن يتعلم حقا فبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن الإسلام ما هو الإسلام فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام الخمسة قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الشهادة يتلفظ بها المرء لدخوله الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله أي لا أعبد أحدا غير الله جل وعلا لا معبود بحق إلا المولى جل وعلا ولا أحد يراعي شؤوننا إلا المولى عز وجل الرب جل وعلا وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين ثم أورد له الركن الآخر للإسلام وهي إقامة الصلاة قال إقامة الصلاة كما قال المولى عز وجل وأقيموا الصلاة ولم يقل وصلوا لأن إقامة الصلاة هو إتقانها إتقان أركانها وخشوعها كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كما قال للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي يطمئن المرء في صلاته يقيمها كما أمره المولى عز وجل وأمره نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يتجنب السرعة في صلاته مثل نقرة الديك التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إيتاء الزكاة لو أن أغنياء المسلمين كلهم يؤدون زكاتهم لما وجدت فقيرا في المجتمع المسلم فنسأل الله جل وعلا الهداية قال وأيضا الركن الآخر هو صوم رمضان صوم رمضان وهو ركن من أركان الدين هو الكف عن الأكل والشرب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأن يصومه المرء إيمانا واحتسابا وذكر له الركن الأخير من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام ونحن الآن في موسم الحج بنسأل الله جل وعلا أن يتقبل من حجاجنا وأن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يردهم إلى أهليهم وأوطانهم سالمين غانمين كما ولدتهم أمهاتهم مغفور الذنوب كأوراق بيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين ثم قال عجبنا له يسأله ويصدقه كيف أن الرجل يسأل رجلا آخر وعندما يجيبه يقول له صدقت في كلامك إذن هذا سؤال له مقاصد عدة منها تعليم الآخرين يجوز للمرء إذا علم الجواب من سؤال أن يسأل من هو أعلى منه أو من هو في مرتبة الاحترام والتقدير بين الناس في أن يجيبه يعطيه الكلمة ليجيبه ليفيد الناس لربما سيفيد أفضل منه وهذا منهج رباني مبارك عند هؤلاء المربين أو المربون أيضا نعم ثم سأله عن الإيمان قال سأله عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره نلاحظ هنا أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان فالإسلام هو الأعمال الباطنة أما الإسلام أما الإسلام فهي الأعمال الظاهرة لذلك عندما قال المولى عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قولوا أسلمنا نحن نصوم ونحج ونؤدي الصلاة ولكن الإيمان في القلب لم يدخل في قلوبنا هذه أعمال ظاهرة أما الإيمان أما الإيمان فهي الأعمال الباطنة لذلك قال علماء العقيدة الإسلام والإيمان إذا اجتمع تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا بمعنى إذا اجتمع في في جملة أو في موضع من المواضع ذكر فيها الإسلام والإيمان تفرقا في المعنى فالإسلام يفيد أعمال الظاهرة والإيمان يفيد الأعمال الباطنة وإذا تفرقا في الذكر في كلمة الإيمان لوحدها وكلمة الإسلام لوحدها فإن الإيمان يفيد الإسلام والإسلام يفيد الإيمان لأن الإيمان ما وقر في القلب وتلفظ به اللسان وصدقه العمل هذا هو الجزء الأول من هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحصة المقبلة بحول الله تعالى سنتطرق إلى النصف الثاني من هذا الحديث أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته